السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناة واسدريم تيم كيف حلقة يا شباب اشتقنا لكم كثير ادري اني طوت عليكم الاسبوع الماضي واسبوع النص الماضية الان يعني الحالة الصحية ما شوى لابد نكون ان شاء الله قريبا نتعافى بإذن الله ولكن هذه حلقة يعني سريعة خطافية نتكلم فيها عن التحديثات الجديدة ونبدأ سريعا عن ثلاثة لعبين الحلقين مع الرجال الحلم الصغير اللي هما ليفن ريفاول وبيير طبعا بصراح ما كم ودي سوى فيديو بس نشتكت لكم كثير قلت نعطاكم فيديو قبل ان شاء الله بثنا حي ان شاء الله يوم الثلاثاء على مهرجان الحلم اللي طبعا زي ما شفنا حنا اسبعداس طبعا رحكون البث ان شاء الله الساعة ثمانية بالليل طبعاك العادة ما رحكون طويل رحكون بث بسيط فقط صحوبات وضحكة سلي معكم ان شاء الله عشان نروح نريح اكثر بس ان شاء الله الاسبع قادم بإذن الله برجع لكم رجع قويا ان شاء الله طبعا لا تنسونا يا شباب بطولة شهر الخير لا تنسونا يا شباب فوق علمين فيها الحين بتشوفون الرابط لها طبعا بطولة خيرية في رمضان الرسوم هي عشرة دولارات فقط للتسجيل واي رسوم تسجيل تجينا واي تبرعات تتم خلال البطولة رح تكون رح تجمع وترسل إلى أحد جمعية خيرية في شهر رمضان ان شاء الله وهذا طبعا كله لوجه الله مشانا نتكسب الأجر بهذا الشهر العظيم بإذن الله فان شاء الله نشوفكم معنا في الدوري إلى الآن تقريبا 19 شخص سجل معنا وتبرعونا الله عطم العافية نزاهم الله خير وحنا ان شاء الله الحد الأقصى هو 52 فريق ان شاء الله بس هنا يعني ان شاء الله نعملين في نفس كثير رح يشاركون وكثير بعض وعدون انهم بيشاركون لسا ما شاركوا بإن شاء الله فندحقاتنا اليوم في التحديثات الجديدة ان شاء الله جاينا تحديثات كبيرة جدا قريبا ان شاء الله أول تحديث هنا رح نتكلم عننا اللي هو توميا أكاي الأزرق راح يجيل ان شاء الله قوة كاملة يوم ثلاثين يوم الثلاثة ان شاء الله بعد يومين رح كن فيه طاقة كاملة جديدة إنهض يروح لنانكاتسو تلفتح فيها مهارات تطوير كامل حق أكاي الآن طبعا ما قلونا أكاي وش فيه بالضبط وش عنده من طاقة كاملة يمكنك الممتاز يمكنك المش ممتاز ما ندري ان شاء الله إذا جاء رح نعرف بإن الله أكاي الأزرق اللي هو توقع أول أكاي النزل هو ان شاء الله رح يكون فيه القوة الكاملة بإذن الله عندنا التحديث الآخر اللي أريد ينزل اللي هو الإفنت الحالي تجميع النقاط اللي هو تاج النصر الوحيد في العالم طبعا مثل ما اعتدنا عليه تجميع النقاط وتجميع يجينا فيه كوار اس اس آر وبطاقات اس اس آر وبطاقات اس آر وبعد تذاكر سحب اس آر رح يكون فيه جسمة نوعين من الأسفاد اللي نطلعهم هنا نوع الأزرق اللي هو الحارس عنده punch counter punch A طيب وفي نسقة ثانية اللي تطلع معكم من الكرت رح تكون نسقة هجومية خضرة بصراحة ما شفتها بشوفها معكم بعد شوي في إن شاء الله هنا وعندنا تشكيل جديدة اللي هي أربعة ثلاثة واحدة الثنين واللي هي ذا من مغلطان هي تعطي تشكيلة تأثير خاص للولد يوت من ذا من مغلطان لعيبة ال WI فهو أنا شوفها عندك counter punch طبع هم ديك تطورة كالعادة ماذا معروفين وعنده تميرة فنية الهالة تميرة فنية S تميرة فنية يعني الشدة 365 185 تحمل والله حلو ترى حلو مرحلو بصراحة النسبة دس هذا تميرة حقته شدتها 370 و S بس التحمل حقها 185 مرة جميلة طيبة 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 جدا جدا طيبة خصوصا اللي جاء بعدين نسخة اسفادس هجوم قوية ينبيك تعطيها الحركة هذي طبعا هذي هي الخطة 4-3-1-2 يعطون لعب الولد يوت قوة بدنية 10% ترى خطة حلوة بصراحة خطة جميلة اللي حابي لعب كل يعني بفريق كامل وولد يوت خطة مرة جميلة مرة مرة جميلة طبعا كورة تسار ومن هذا القبيل المعروف فتح التعزيز وطبعا فتح كامل مباراة الأسبوعية واللعب مشترك كما عتدنا وتطوير المضاعف والسطوري وطبعا معد النجاح بكلها عتدناها وقلت صراحتها كثير من أول وما توقع أن يحتاج صراحها مرة ثانية طيب الآن عندنا بعد في التحديث اللي هو Golden Week حملة الأسبوع الذهبي هذه الحملة حق الأسبوع الذهبي هي على غرار مرور إن شاء الله عشر سنوات على إطلاق كيل أب اللي هي شركة كيل أب إن شاء الله اللي في يوم الثلاثين اللي هي يوم بعد بعد بكرة رح يكون في الحملة الجديدة بعد في كيل أب رح يكون في على حسن ما قالوا سناريوات جديدة بس ما قال لنا أي شي عن الهدايا اللي بيعطونا إياها أكيد بتكون هدايا كبيرة بتكون سناريوات حلوة ممتعة وفيها الكثير الكثير من كوروية السر هذا اللي توقع وأكيد بيكون في بعد سحب بيكون في أكيد سحبات خاصة على لعيبة خاصة ممكن لعيبة سسار أو كذا ما ندري إن شاء الله رح نعرف إن شاء الله بعد بكرة أبن الله أو ممكن بكرة توقع بكرة عندهم بث هم يوم الأثنين بكرة يوم الأثنين عندهم بث فتوقع يوم الأثنين بكرة مع البث حقهم توقع الإنجليزي رح يعلمونا إن شاء الله وش فيه في القولدنونيك حقهم طبعا لان بدأ عندهم يعطين لبعاد كور سودة SSR و SR وهنا طبعا من الملاحظات الأخرى فقط بتسجيل الدخول وطبعا فيه فيه شزمات في المتجر حزمات تشتريها الحزمات هي واحدة حزمة تغطيك تختار أحد اللاعبين عشر ما تختار لا يطع لك أحد اللاعبين عشر الموجدين في الحزمة هذه أنا هذه حزمات أنا ما أحبها صراحة لأنه يكون أكثر لعيبة عندي فصراحة نتروح لفلسك الفاضي وإنت نسبة قليلة إن يطلع لك اللاعب التبي خصوصا هم عشر لعيبة العشر لعيبة كثير شوي حزمة الثانية موجودة عندنا حزمة انتقالات مختارة طبعا تسحبها مرة وإنت حظك يطلع لك وإما يطلع لك SSR طيب نسبتها وإنظر مادي الثلاثة أو خمسة في المئة أنا ما أعرف صراحة حاول تقراها بس ما أعطوني وعندنا هنا طبعا هدية يومية 14 يوم طبعا هذه السعر مرة رخيص يعطونك 14 كرت في مدة 14 يوم كل يوم يعطونك كرت واحد وإس آر أو أعلى ولكن أتوقع أن النسبة 3% أن يطلع لك SSR فدام أن النسبة 3% أنا أقول خلي وإل حتى الكار رخيص خلي وإل 3% مرة ضعيفة وما نبيها سبادس سبادس المحهم المحهم ومهرجان الحلوم اسبادس اسبادس اسبادسم اسبادس أعطا بما يوجد هم تريزا وماتسياما وغوان دياس و الثانية اللي حين نجحه الفاول ستيفان ليون وإلسة دي بير ومهرجان الحلوم اسبادس قلت لكم قايل لكم يا شباب قايل لكم مني إسفادس ما صدقتوني عاربتوني عاربتوني من يسار قلتكم يا شباب صدقوني الأغلب يا سأل الناس أو إسفادس وأنا أقول إسفادس حارس يا أخي حارس رهيب أنا يعجبني مرة يعجبني ومعني ما أحتاجها بس إن شاء الله أسحب عليه لأني أتوقع أتوقع رح تكون البسف حقتها تتعلق بلعبة الولد يوث الو ي إذا كانت فعلا البسف حقتها الولد يوث بيطلع شيء خرافي صراحة وأقدر أستعمل مع أفريكتي بعد خصوصاً أفريكا اليابانية اللي عندها 13% للعيبة الغير يابانيين الهجوم والحارس هذا رح ينفعني أني زودة إلى 39% أتوقع نعم 9% وغيرها بعد أتوقع البسف حقتها بيكون الو يو ناشنال لينك الو يو لينك كلما كثر لعيبة الو يو في الملعب كلما زاد زاد قوته أتوقع هذا اللي ميكس مرسنس بدأ ما يقول لي غير ياباني بدأ ما يقول لي ياباني لا أعطيه وولد يوث لأنه هو حارس وولد يوث هم ماشين بالدبل وي الو وولد يوث بشكل يعني مر 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 قوي جدا وطلعت الشعارات رح يكون مهاجم حارس بس لا رح يكون حارس إن شاء الله بس فقط صعب يصير مهاجم حارس يعني برمجيا قرق شوي إنك تسويها وبس على الشعب ومما في لها بس لعبين يطبق عليهم الحارس والهجوم اللي هم رعد واسباتس وطبعا ما في داعي إنهم سوون كلها البرمجيا عشان بس لعبين طبعا فيه شي اسم كهات الحظ يعني هم في العادي يكون عندنا كهات الحظ ثلاث مرات تشتريها بس بس سعر اللي هي 300 ريال يعطيك 200 كورة بس مرة هذي خلوها خمس مرات بدأ ثلاث مرات وراح يعني يمتهي الحملة هذي إن شاء الله في يوم شسنا في يوم خمسة رح تستمر تستمر وقت طويل ممكن تستمر سبوعه كامل زيادة من اليوم يعني وصراحة بتطول مرة بتطول يعني غيري أيوم مرة صراحة غيري منهم هذه هسا هي اسم فترة تاريخية في اليابان التي استخدمها في 1989 ويتغير في 1 مايو بمواسبة تولي الإمبراطور جديد العرش أوكي 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 كذا أجل الدعوة حعلا ونحن ما نشغل بتوفيق له مرة ما نشغل طيب هذا بالنسبة لتحديثات هذه عندها طبعا الجولدن ويك اللي هو كل يوم معطينا سحبات مجنية لمدة 11 يوم اللي أتوقع بعد نسفتها هذا في المية يظهر فيها جميع لعيبة الوالد يوث طبعا غير الفيس طبعا وغير الكليكشن منها لعبة الوالد يوث طبعا مشكلة من هنا من في داخل الكرت صراحة مقاهرني هذا الشيء صراحة مفضل قللون إيش داخل الأشياء المجانية هذي عشان نعرف بالضبط يعني على الأقل بس حلول لأن SR أو وعلى مضمون يعني بدلا ما يكون R مضمون كالعادة كما تعودنا عليه صار SR شيء كويس طيب هذا بالنسبة للتحديثات الجديدة إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة إذا أعلنوا عن الثلاث الجديدة حق العشر سنوات بمناسب مروع عشر عشر سنوات اللي كي لاب رح ستسوي إن شاء الله فيديو ثاني وأشرح عنها كاملة بالتفصيل وحدة 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 و الأخرى طيب أوكي وإن شاء الله في عندنا بث يوم الثلاثاء بث بسيط علشان إن شاء الله صحوبات Dreamfest عندي كان عندي تقريبا ثلاثمئة كورة إن شاء الله رح نسحبها على Dreamfest ونقول إن شاء الله إسفادس يطلع لنا إن شاء الله إن شاء الله يارب يطلعن إسفادس إن حتى ما سفيد منه لعب صراحة أنا أحب جدا طيب لنذهب إلى اللعيبة اللي هم رح نشرحانهم مع السريع اللي هم ثلاثة من فست ريفاول بير وستيفان ليفن أنا بالنسبة لي أفضل لهم ليفن بعدين بير بعدين بير بعدين ليفاول ليفاول ما أحبه مرة الفست حقه ما علي بني إلى الآن ما يعجبني مع أنه عندي ومقويه بس إنها ما يعجبني أحس إنه كان يفرض يصير أحسن من كده طيب نروح أول لعب من أول لعب يطلع لنا إلسيت بير طيب إلسيت بير يعني أول ما ننسى نسى صراحة لك الطاقات خرافية ولكن يعني ما أدري مع الأسف ما حسيت إنه يعني مع العمر مع عمر اللعبة مشها بشكل كويس يعني في حين لعبه كثيرة عاديين كاتش عادي أقوى منه بالدفاع وأقوى منه بقوة بدينية أنت شلون والتحمل حقه بعد أقوى ولكن خلنشوف شين دائسة بير طيب فيير يلعب ميس نيلعب ثلاث أماكن وسط ومحور ودفاع وأتوقع هو أول لاعب في اللعبة نزلوا لشي هذا إنه يلعب ثلاث أماكن بنفس الوقت ضاقاتها 17 19 17 18 هل ليها طبعا ضاقات هجومية عند أقوى شيء اللي هو التمرير والمروغة 5,962 الدفاع تدخل عنده 6,000 اعتراض 7,500 وقاطر 5,800 تنفيحين كثير مدافعين عاديين عندهم ضاقات أقوى من كذا يوصلوا 20,000 بعد مثل أكايا يوصلوا 20,000 أكايا الأخبر القوى بداني عنده 5,000 6,000 6,000 طيب عنده طبعا مهارة فريق حلقته تطوير محاربين 10% اللي هما skill اللي هما الأخبر المهارة الخاصة حلقته ما تعجب بالمهارات هذه اللي هي زياد بيانات السرعة 10% طبعا خلط الترجمة هي قهر خفل الحركة معتها تزيد كل طاقاتك 10% إذا كان ضدك فريق أزرق إذا كان تضد ضدك لعب أزرق اللي يواجهك تمام طبعا عنده 475 اللي هي اعتراض منك اتفاق اللي هو الصد هكذا استعتبرتها قوية 475 ترابط طرق قوية عنده قطع رائع ومضينا تمريرة منزلقة جاهزة معك طيب الآن في طاقاتك هذه إيش اللي ما أعجبني ياخي أحط مدافع أحط 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 هنا مشكلتها طاقاتك تميل إلى الاعتراض والتدخل أكثر من قطع لأنه عندك القوة 2500 مع أنه سرعة 5300 سلوب 6000 يعني كوه يغطي على الثاني ومنذ التمرير 5900 فالكسر الحقي بيكون يعني تحتاج لكسر يكون كسر محوري على الدفاعي أنا ما أشوف في اللعب هذا يصلاح وسط أبدا بيير دائما معروف عنه ورده هو يلعب وسط في الكثير في الأغلبية ولكن التشكرت هذا أنا أشوف أن أفضل مكان له هو المحور والدفاع لأن أصلا اللعب الخضر عندهم دائما وسط قوي وسط دائما قوي ومكمل فما تحط وسط زيادة اللي هو بيير بالعكس خلي سقاط الكسر يكون دفاعي ومحوري خصوصا أن أصلا حركة الاساسيدي أصلا دفاعية بعد اس بلوك وعند قطع تنفع المحور ومناولة تنفع المحور وتنفع المدافع فالكسر حق يمكن يكون كالآتي 15 لتدخل 25 للاعتراض والقوة بعدين 15 لتدخل والسرعة ونعطيها بعد 10 لتقطع وللأسلوب يعني هذا كسر يكون كسر محور ومبادفع نرجع نعيدها قوة اعتراض 5 لـ 25 15 تدخل وسرعة و10 قطع وأسلوب تمام التمرير عندي ردي عالي 5900 فأتوقع لو تزيد مع الأسلوب 10 يكون ممتاز أنك تمرر بدون ما حد يقطعها منك بسهولة هذا بالنسبة للكسر القطاع إذا تبقي كسر دفاعي فقط دفاعي تكسر بس القوة الاعتراض وتدخل وسرعة فقط ومت هنا هذا كسر دفاعي بس أنا الفضل كسر محور الدفاع مثل ما قلت نقب شوي 25 اعتراض 25 قوة 15 سرعة وتدخل و10 قطع وسلوب كده يكون ممتاز ويعني مقارب لبعضه طبعا هذا مفريق جونيور يوث جي واي لهو فرنسا جونيور طيب هذا بالنسبة ل السيدو بيير خلنا نتكلم عن اللعب اللي بعد اللي اتوقع عن ستيفان ليفن راح يجي بعدها ستيفان ليفن ليفن ياخي رهيب والله عنده شوتات صراحة جميلة طيب ستيفان ليفن هو من اللعب اللي ساعتين يعقدون لك في مسألة الكسر لأن شوف شوف طاقات طاقات مقاربة كأنها أوي الفست مقاربة جدا 18 18 17 طيب مر مقاربة من أوي تمام فمدل يدخلي هو طبعا يلعب وسط ومحور أنا أفضل أن يكون محور أكثر من وسط أنا أفضل تميل للتزديد والتمرير تدخل وقطع وقوة وأسلوب فأي تجد تخلي يعني يشوت وتجد تخلي مثلا حق وسط دفاعي أو وسط هجومي اللي ودك طبعا الميزة فيه بعد الثاني أنه عنده شوتا ما شوتا ما تفقد قواتها بعيد ولكن قواتها 440 ما أقول ترى ما أقول على شوتا بعيد وعنده تدخل وعنده مراوغة التمويه من زوجي يمنى طبعا هذه حركات ترى هجومية على فكرة يعني فأشان كده يميل لأنه وسط هجومي بس لدي أنا أحب لفن محور دائما أحب 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 محور حسن محور ممتاز طبعا عنده قاه المهارة هو طبعا أحمر فأي لعب أخبر قدامه رحي قوة 10% وطبعا عنده مهارة فريق تطول محاربين شدة 10% لجميع محاربين أحمر طيب بنسبة للكسر حق 11 كسفات غريبة صراحة برضيكم كثرتين تمام واحدة بتكون هجومية واحدة تنميل لدفاع طيب كسرة هجومية هذي اللي هي تغطينا 25% للشوت 25% للقوة طبعا هذا هذي خاصة منها تمام نعطي بعدين توزع باقي طاقاتها على 8 مراوغة 8 باس 8 تدخل 8 قطع وعندك بعد 8 اسلوب ليش كذا لأن كذا يقدر يستفيد من حركاته اللي هي تدخل السر الارارة ويستفيد من التنموية حقه وعنده بعض حركة قطع تجيبها من الاحداث بستين قطع فكذا رح يكون لك محور وسط متكامل بحيث انه يشوت ويقطع ويدخل بنفس الوقت وهذا هي مهمة 11 مهمة انه يقطع ويمرر وبعض الحين يشوت فنرجع على الكسر اللي يبع التقمية اللي هو 25 لقوة وتسديد 8 للمراوغة 8 للباس 8 للتدخل 8 للقطع ونعطيها بعد فالاخير 9 في الاسلوب للتكنيك لانه السرعة عندها واطية فمحتاج تعليها عليك سعليها تقوة السلوب وخليك استفيد منها في القطع والتمرير بدال ما تستفيد منها من المراوغة وحصول للمراوغة أصلا A و A قلق انك شوية تلفلة فأفضل شيء انك تطي B60 اللي هي القطع وتستمت فيها فيه كسر ثاني طيب اللي هو يعتمد على التمرير انه يكون هجومي أكثر من يكون دفاعي اللي هي شوت تسجيل 25 25 تطي 17 تمرير 17 قطع وتعطي 16 اسلوب هذا يعني كسر هجومي لأنه ينديك تقطع الكرة وتمر على طول يعني بدأ مثلا القطع وتدخل ومراوغ ومدروش لا هذا يقطع كور ومر أو كور وشوت على طول ما في كلام طبعا يلعب وسط ومحور أنا أفضل له محور بس سنة الوسط ممتاز بعد لا لا يغنى عنه خصوصا لأنه عنده شواته بعد ما جسم ما تضعف تضعف بعيد 11 أفرال يعني لعب حلو صراحة يعني ينفعل أشياء كثيرة يعني ما فيه كسر رحده هيللي هيللي يعني خلاص انتهينا يعني شو ممكن تسوي في الكسر هاقية الأولى ممكن تخلي مثلا 25 قوة 25 تسديل والباقي عاة توزع اللي انتهت تحتاجها على حسب حركاتك أنت بتقويها أنت مثلا بتقوي مراوغة خاص تزود شي مراوغة بدأ ثماني اخلا مثلا عشرة ما اسم مراوغة وعطها بعد سرعة إذا بغيت يعني ما فيه كسر غلط في في 11 هنا لأن زي بتشوف تقاتل مرة متقالبة فعلى حسب كسرتك عتمت على حسب مهارات أنت بتحط ليها إذا بتحط له مهارات هجومية خاص اكثر كسرات هجومية يعط تسديد قوة سرعة مراوغة تمرير زي كذا إذا مثلا لا ولا بتعطي إنت ولا قطع وت بتعطي مثلا مش غير قطع بلوك ما عند بلوك تدخل في تدخل ما عند شي قل قطع تمرير تتعطي بس انت هنا فعلى حسب على حسب عركات انت اللي انت مديك تتعطي زي بعض شوية تحتار في كسرهم لأنهم يعني ينفعون لأغراض يعني كثيرة وليس غرض واحد بس طيب آخر واحد اللي هو ريفا اول ريفا ريفا اول تعال تعال لبرازيري تعال طيب أخير نفي الله ريفا اول طيب شفت قاطع تسعة 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 اكثر طبعا مراوغة سبع 7440 تجتبط عالة جدا مراوغة 6000 20 تدخل 1300 6000 القوة 6400 ثقات حلوة طاقات جدا جميلة طاقات يتميل الهجومية اكثر من الدفاعية هو يلعب وسط وهجوم انا افضل انه يكون وسط لانه في كثير هجوم ازرق اه يمكن تحط هجوم كثير هو مش تطمئن أفضل هجوم ولكن وسط يفيد طيب زي ما تشوفون عنده مراوغة عنده عالية ويتسجد عالي والدخل عالي قطع عالي القوة عالية والأسلوب حتى بعد 5900 عالي أنا هذي هنا مشكلتي في ريفول هو ضائع بين أنه يكون وسط وبين أنه يكون مهاجم يعني عنده القطع عالي وعنده السلوب عالي تقول لا بخلي وسط يعني تقول الله عنده قوة عالية وعنده تدخل عالي أو عنده المراوغة عالية لا بخلي هجوم فعني ضائع بين هنا و هنا بصراحة يعني خصوصا أنه التحمل الحاق بعد 932 ضعيف يعني ما ينفع تخليه وسط وهجومي يعني تكسر كسرتين كسر واحدة وخلك عليها وانتهينا خلك رجال كسر واحدة يا بابو وانتهينا ففي كثير من كسرات اللي يعني تم فعلها خلنا شوف هو شي لحركاته اطوانياتي تطيل محاربين 10% نفس ليفن ونفس فيير عندها قاهرة شدة لزيادة زيادة بيانات 10% ضد اللون اللي ضده اللي هو الآل اللي هو الأحمر عندها تسديد قواتها 450 تتوترها يعني مبارك القوة الخرفية ولكن ميزتها انها تطير لاعب واحد عندها مخادة ريفاول وعندها كثرة اللي هو تدخل غواصة مشكلتي مع هذا التدخل انها ما بديك تزوده إلا بكروت SR يعني ما بديك تجيب كروت ثانية وتعطيها وعندها طبعا بديك تغطيه شواته بي 60 ما تطفى مبعيد بس قواتها ضعيفة يعني كم؟ 260 تقريبا قواتها؟ خلاص 260 ما تسوي شي حرفين حليم 260 ما تسوي شي ومديك تدخل عندها بعد قطع ثو ما تلين قطع بي 60 قطع وعندها بعد الحركة بعد اللي جيتم بعيد في منها A بعد ولكن A صعبة إن تجيبها جات مرة واحدة في واحدة من الإفنتات واحتمال ترجع الشارة بعدين طيب بالنسبة لي الكسر حقه في كسوف في كسرة طبيعية الخمس وشينات في كسرة شوية تكتيك وتكتيكة طيب أول كسرة اللي هي العادية طبعا قوة تسديد 25-25 وباس ودربل 25-25 يعني زودة 25-25-25 وهنا 25-25 في القوة طيب فهذه واحدة من الكسرات اللي ها حلوة مو حلوة يعني أنا لعب هذا ما أظمته والله ما أظمته بالمهم عندك الكسرة الثانية اللي ممكن تنفع لكم الشوية في الهجوم والشوية في الوسط اللي هي تعطيه 25-25 للشوت والتسديد تعطيه مراوغة 17 وتدخل 17 وسرعة 16 هذا يخليك تستفيد من المراوغة وهليك تستفيد من حركة ثانية حقه الخواصة هذا الشيء طبعا ما طبعا جميل يعني هاي الكسرة هذي أنا عجبت تعجبني ليش؟ أنها تفيدك في الشوتة وتفيدك في المخادعة وتفيدك في الزلق الحقيقة اللي ما أعطيك إياها ومشكلتي الأخيرة معاري فأقول أن يا أخي ما عندك كروت كويسة أنك تبطيه حركات يعني ما عندك مراوغة ثانية يعني حرفيا لازم أخسر كور SR عشان أقوي حقيتها مخدطة هريف أقول أو أقوي حقيتها للكسرة وبصراحة ما راح أخسر عليك كور اسر بصراحة يعني يعني لو يعطوني كروت اسر جاهزة بالسحبات تعطيها أفضل عشان ما راح أخسر كور اسر وحطها على حركات ثانية تسوأ أكثر فالمهم هذه الكسرة حلوة أنا تعجبني وهذا اللي أنا نمسويها حاليا 25 للتسديد وللقوة 17 لدريبل مراوغة ولتدخل و 16 للسبي طبعا لديكم تغيرون بينها شوي 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 يتبت قل مراوغة قل مراوغة زود السرعة أنا إنسان يحب السرعة صراحة شوف هنا من أفد الأشارة في اللعبة أي أفد أشارة قوة بديني عندي صراحة السرعة تفيدك داخلا براه ويمشي فموقعها أنا فضل أن يكون وسط لأنه في الفريق الأزلق أو في الفريق البرازيلي في كثير هجوم فينفع يكون وسط أكثر يكون وسط هجومي بحت وسط هجومي بحت في أي كلام إذا ما عندك طبعا هجوم تخليه هجوم فمدري اللاعب حسنا ضايع الآن حسنا ضايع بين هجوم وبين وسط حتى كروتها الأخرى كل كروتها حسنا ضايعا يعني ما في فعلا كرت له متزن يقول أنا هذا مهمتي وتربفيدك في كل مباريات ما قلت شف صراحة كانت فادي تريف أقول أول منزل أول منزل وعطوه لشوتة بي سبي ستين كان حرفيا أي شخص يسنت ريشوت أرطوه سنت ريشوت هدف سنت شوت هدف ألا من بعدين يعني مع الوقت صراحة ما يعني مع الوقت ما تقدم مع العمر وكان كرت يسوى يعني بين ثلاثة كروت هذي لفن هو الوحيد اللي مع تقدم العمر في اللعبة برضو له فائدة الحين قوية في اللعبة خصوصا عنده حركات كثيرة لفن من تدخل من قطع من شوت من مناولة كل شيء كل شيء عنده حرفين كل شيء عنده فهذا هو رأيي في اللعيبة هذولي إن شاء الله كنفتكم في الكسور حقاتهم يلا يتنزل كرت زين الناس يعني حرفيا ما عنده كرت يعني قد شاء الله واحد اثنين ثلاثة كروت بس إن حتى هذا حتى هذا التعباء كرت صراحة مرة مو كويس كرت هذا مرة مو كويس كرت هذا أقول بس الفك الفك اسكت 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 طيب فرطكم العافية شكرا على مروركم وحضوركم أترسونا شباب مرة ثانية لبطولة شهر الخير نبي أكثر شباب صراحة أنا توقعت أن في كثير رح يشاركون أكثر من الحين البطولة ما بقى عليها شي خلاص رمضان على الأبواب يعني الله يبلغكم إن شاء الله شهر رمضان بالخير إن شاء الله وإن شاء الله ستكون البطولة يوم ثمانية رمضان نعم إن شاء الله ثمانية رمضان فأرجو من الجميع أنهم يبادرون ويسرعون بالاشتراك بصراحة أن النبي يكون دوري خيري نتبرع فيه نساعد فيه المحتاجين إن شاء الله وكل يكون الاختيار الجمعية من اختياركم بإذن الله فنراكم على خير وشكرا ويوم ثلاثة إن شاء الله موعدنا مع البلث الحي لإسفادس إن شاء الله بالتفكير جميع مع السلامة